عددنا جديد من صباحا رياضا نستهل بالحديث عن مسابقة دور أبطال أوروبا حامل اللقاب يخرج من الدور ربع النهائي بان ميونيخ الذي لعب دون نجمه الأول روبر ليفندوفسكي المصاب فشل في تجاوز تأخر الذهاب أمام باريسان جرمان وغادر البطولة ليترك للفريق الباريسي المجال من أجل مواصلة حلم التحقيق الـ Champions League الذي يراود منتسبيه منذ وصول الإدارة القطرية نزاله والذي جاء متوازنا بين الفريقين انتهى لسالح العملاق البفاري بهدف دون رد سجله الكاميروني تشوبو موتينغ هدف لم يكفي من أجل قلب الأمور ليتأهل الـ PSG للمربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه من جهة تشلسي الذي يواصل مدربه توماس طوخيل تجاهل الدولي المغربي حكيم زياش الذي لم يبدأ مباراة بورتو في إيابي ربعي النهائي كأساسي تشلسي عاد من جديد إلى المربع الذهبي بعد غياب لسبع سنوات جاء ذلك رغم الخسر أمام بورتو بهدفين دون رد لكن فوز البلوز بهدفين في الذهب رجح كفتهم في المربع الأخير تشلسي ينتظر المتأهل من المباراة التي تجمع سهرة اليوم بين ريال مادريد وليفربول والتي تبدأ في ذلك أفضلية للنادي الملكي الذي فز ذهبا بثلاثة أهدف لواحد أما باريسان جرمان فيلعب مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند مباراة الذهب كانت انتهت لصالح السيتي بهدفين لهدفها ارتبطا بأخبار الأندية الأوروبية عن باريسان جرمان غياب المدفع الدولي البرازيلي ماركينيوس عن الملعب لمدة تسير لأسبوعين بسبب إصابة عدلية تعرض لها في مباراة ذهب ربع نهائي دور الأبطال أمام باريسان جرمان وفي إيطاليا أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء السمحة للجماهير بحضور مباراة بطولة أمم أوروبا في الملعب الأولمبي بالعاصمة بنسبة 25% على الأقل من ساعة المدرجة ومن المقرر أن يصدف الأولمبيكو في رومان مباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا يوم الحادي 10 من يونيو المقبل كما سيحتضن ثلاث مواجهات أخرى في هذه البطولة محليا عين فريق الرجاء البيضوي رسميا المدرب التونسي لسعد الشابي على رأس الفريق خلفا لجمال السلام المستقيل الشابي الذي أشرف على الاتحاد المنسري خلال الموسم الماضي وتوج معه بلقب كأس تونس واحتل المركز الثالث في الرابط المحترف الأولى سيعمل رفقة محمد البكاري وهيشام أبو شروان كطاقم مساعد فيما يلحق اليوم المعد البدني عمر بن والنيس من تونس هذه الكلمة الأولى للمدرب التونسي كمدرب لفريق الرجاء اليوم أنا فرحان وأن اللاعب هذومة وليت أننا مسؤول عليهم وإن شاء الله بقودة ربي من الملعب هذومة وليتار الفني الموجود معي وكذلك أحب الرجاء أن نكون يد وحده وبقودة ربي إن شاء الله من هنا الآخر الموسم نفرحه كل ما هو رجاوي التالي من الجمهور اللي نقوله أنه أنا فرحان اللي موجود هنا نعرفه أنه فما برشة جماهير نعدهم وأنه نلعب كورة بها وباش بقودة ربي آخر سنة نتوجه بكؤوس ونخرجه إن شاء الله من هنا الآخر الموسم نكون فرحاني لكل وخاصة جماهير الرجاء أسعد الشابي المدرب التونسي لفريق رجاء في تونس ثلاث مباريات منتظرة اليوم لحساب الأسبوع السابع عشر الاتحاد المنسري يستقبل نجم السحلي في مباراة شبه محلية نادس فقسي الصديف الأولمبي الباجي والترجل الريادية المتصدر يحل ضيفا على اتحاد طاوين في أخبار كرة القدمة الأفريقية قدم المدرب الفرنسي كلود لوروا استقالته من منصبه مع المنتخبات بعد فاشله في قيادته إلى نهائية كأس أمم أفريقيا 2021 المؤجلة إلى العام المقبل بالكاميرون وصرح لوروا أكثر من شارك في بطولة أمم أفريقيا قائلا لم نتأهل إلى كأس أمم أفريقيا وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعلني أستقيل ونختم بالحديث عن كرة المدرب حيث وصل حامل اللقب الإيطالي فابيوفونيني مشواره في بطولة مونتي كارلو وبلغ الدور الثاني بفوز على السربي ميومير كيت مانوفيش بمجموعتين دون الأدمجهة أخرى عبر اليوناني ستيفانو ستيتيباس إلى ثمن نهائي بتغلبه على الروسي أسلان كاراتسيف بمجموعتين دون مقابل بهذا مستمعين الكرام نصل لختام هذا العدد من صباح الرياضة إلى معايد الرياضة